وإحنا نهاردة في يوم زي ما قلنا تاريخي في أول انتخابات حقيقية أو يعني أقرب ما تكون إلى الحقيقية النهاردة أكيد كنا منتفقين أن في عز الأزمة وإحنا لسه على فكرة في الأزمة وفي عز الأزمات كنا ولازلنا بنطلع أحلى الضحيقات لأن إحنا برضو حنظل الشعب المصري اللي دمه خفيف جدا جدا وأكبر دقيقة على دوة أن في عز الأيام اللي فاتت كان فيه كمية نوكات وكمية ميسجز على الموبايل وغيرها كانت فعلا يعني زي بولك إيه البلاك كوميدي أو الكوميديا السوداء اللي نبع من المأساة وعشان كده وبعد الكلام الكتير التقيل اللي نتكلمه من أول اليوم وحنكمل كلام فيه لازم يكون كده فاصل ونواصل الفاصل حيكون؟ خلينا نقول أن النهاردة بشرفنا يكون معنا واحد من أهم 17 رسام كاريكاتير علمي باختيار هيئة الأمم المتحدة الفناية التشكيري ورسام الكاريكاتير العالمي أستاذ جورج بهجوري أهلا بحرك معنا أهلا بك أهلا بحضرتك ومنورنا صباح الخير الأول صباح الفول الديمقراطية دي لعبة جميلة الشناء من يم صعبنا؟ باينناها صعبة بايش خناءة مش تلاك صعبة دي عاملة زي قطعة الجاتو الشعوب اللي في أوروبا بيلعبوها بمزاج وبينجحوا في الآخر ويحققوها عوزين طريقة لتعليم الديمقراطية لأنا في نقطة مثلا رسمها إن ميدان التحرير فيه ديكتاتورية وفيه ديكتاتوريتين مفهمش الديمقراطية في الوسط أو الديمقراطية تايها في الوسط الرسمة هي أوريها لكو وبعدين أهلا بقول فيه ديكتاتورية بعدها ديكتاتورية الميدان يعني فيه ديكتاتورية الميدان وديكتاتورية المجلس واخد مالك إزاي؟ أهي لو سمعت الكاميرا هنا أهي فب بس حالتك خليها بقى فلات عشان تقدر الكاميرا بالزبط فيه ناس بتقول لا والناس بتقول آه نعم لرئيس الوزراء بالزبط نعم للجنزوري لا للجنزوري ديكتاتورية وده للتحرير ودكتاتورية المجلس الأعلى والديمقراطية في الوسط تايها وده الموقف النهاردة مع الابتسامة مع السخرية بنوصل ناسك بنوصل ناسك ودول ودول يستحملوني في الرأي إزا كان مش عاجبهم الرسم ما هي دي ديمقراطية أهي دي ديمقراطية فالديمقراطية دي زي قطعة الشوكولاتة لو أنت نجحت فيها الأوروبيين بيلعبوها في الانتخابات بمزاج ومتعة ما هيش خناء أبدا أصلي ممكن يا فندم اتقل إن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية هارك معاي كلام دا عاوزة تربية يعني سلوات طويلة بس بنبتدي يعني إحنا بنقول إن المصر بتتعلم الديمقراطية مصر النهاردة بتنتخب لأول مرة يمكن أول مرة هيكون لنا مشاركة فعالة أو مرة إحنا كجيلنا نازلين انتخابات هيكون صوتنا يعني إخذ في الناس ما كناش أب الزب ما كناش حتى لنا أي مشاركة ولا الانتخابات دي بتمر مرور الكرام بالنسبة لنا تمام فن الكاريكاتير عبارة عن باترينا للديمقراطية كل وطن كل بلد ترتقي بالباترينا دي صحيح فلذلك أنا مش فاهم ليه أجلسة الإعلام ما تعزمناش نتكلم عن فن الكاريكاتير أما إحنا هم أما إحنا هم طيب بس فات وقت طويل يعني دايما بتجيبه الدراسات الاستراتيجية قال مش عارف إيه طبعا أستاذنا حسن نفع العظيم طبعا وأستاذنا رشوان العظيم وأستاذنا نبيل عبد الفتاح كلهم جميلين جدا لكن إحنا كمان بنفكر ويمكن الفكرة مع اللعابة طبعا بتسيب أثر في الناس أكتر خلينا فعلا نقول إلى أي مدى ممكن رسمة كاريكاتير تغير العالم الواقع آآ زي ما بيقولوا آآ رسم صغير أفضل من مقال طويل صحيح أنا بعمل رسم صغير يعني ربما يكون أحسن من مقال طويل يعني هنا مثلا أنا أقول الديمقراطية دي يعني عاوزة يعني أشرح آآ يريد للمواطن أشرح للمواطن أنه آآ بكرة هينتخب ازاي بس بطريقة دعابية أنا عشان عندي خط واحد فبرسم دايما خط واحد عشان تقدر الكاميرا تشوفها آآ فهو الناخب بيتسلق الحبل ممكن تشوفها كمان آآ آآ والكلمة هي الديمقراطية بس فيها خط واحد آآ أو خط واحد آآ وفيه أعداء الثورة مسكين مقص ممكن يوقعوه ويقطعو الحبل الله فدي الترجمة زي كيف تذهب غدا إلى صندوق الانتخاب بالطريقة دي صحيح صحيح آآ هل حضرتك يا فاندم صادفت في حياتك وفي تاريخك على مدى السنين هل صادفت مشاكل مشاكل وخطوط حمراء آآ أنا عارف للسؤال يعني يعني أكيد طبعا أنا معرفش كنت ببراقة كده مشاكس أي يعني أنا قدت وأنا عندي 18 سنة أرسم الرئيس عبد الناصر في روز اليوسف عالغلاف وبالأحمر وجدت السادات وبعدين مبارك وبعدين آآ كل أنواع القمع أنا كنت بخايف منها بس مهمنيش برضو لإني لما أرسم بنسى كل حال آآ كان في مشاكل باستمرار كان في مشاكل حتى مع رجال الثورة اتنين وخمسين كلهم انهم كان يحبوا يترسموا بالنياشين أكتر من الملامح الوجه حاجات زي كده فعلا ده حاجة يعني وكنت قبالك مناخير عبد الناصر آآ وهو ما كانش يزعل يعني أبدا آآ لا أنا بتكلم مش بس على الأشكال أنا بتكلم على المواضيع على المواضيع مضمون كمان مضمون هل كنت بتواجه مثلا تعمل رسمة ويقولك لا ما ينفعش تنزل آآ آآ رسمة مشهورة بتاعة غلاف لروزليوسف كان فيها صلاح السالم شايل الجردل لعبد الناصر فوق قبة البرلمان كأنها أيامنا دي يعني مما يشبه هذه الأيام فأمعرفش ان فيه بينهم حساسية فصلاح السالم اتخانق مع عبد الناصر وتخانق مع رئيس تحرير روزليوسف اللي جابني على التليفون ان هو بيشتم فيه فعلا يا رسمة فعلا عملت أزمة أزمة بين الاتنين أنا معرفش ان هم كلهم على سواء لكن انا اكتشفت في ملامح عبد الناصر انها يعني تستهويني الأنف الطويلة والعينين الحد جبا والعينين والملامح وحط كان ليا أسلوب في رسم رئيس عبد الناصر كانوا كل الرسمين بيرسمو زيوه بخط واحد بردو طبعا في مشاكل ولازم ان واحد ما يهموش وهو ده بقى سواء حرية أكتر يعني حضرتك فنان كاريكاتور غيرك ممكن يكون فنان سينمائي ممكن يكون كاتب وأديب كل مختلف أنواع الفن وفي الثورات بتزهر وبتعلى صوت الفن ازاي يقدر الفن يعمل المعادلة دا ويتكلم ويعبر في ظل خطوط حمراء وصفراء وخورة لان ضمير رسام كاريكاتور قوي جدا وهو فعلا شجاع والرسامين المجدين دلوقتي برضو بيرسموا بشجاعة مثلا دي انا رسمتها من ثلاث اربع سنين يعني وكان هو رئيس ده مبارك تحرك بقى عادلها الكاميرا الكاميرا وهو ساحب ابنه للحق شوف تعبيرات الوجهين انه الابن مش عارف يمشي والاب عاوز يشده بصعوبة فده كان موقف من كم سنة بس فعلا ما تنشرش بالصحاب لكن طلعت في الكتاب كتاب حريطك اللي هو بعنوان الرسوم الممنوعة الرسوم الممنوعة ده صدر امتى يا فنم الفين الفين اه ونزل وصدر الكتاب اه يمكن فندم اللحزناه كمان ان معظم رسومات حضرتها غير اللي هي الفن الكاريكاتور فيها طبع تشكيل شوية برافو عليك احييكي فعايز اعرف عليك المسج ده في مشكلة الفضل الناس لما بتقرى الرسم ام مش عارفة تقرأها اه فبتدور على كلمة تعليق او حاجة اه تعليق او احنا نسميها اللي هي البلونة اللي طالع من بقه كلمة ايوة بالزبط فهو يعني مثلا ان الرسوم مصطفى حسين بتعتمد على البلونة ام ان في كلمة بتتألفه او فعالية اه كلمة بتتألفه الناس بتقرى الكلمة وما بتخدش بالها بالزبط لو رغم ان الرسام بيعمل لوحة اه جميلة زي مصطفى وانا كذلك اهتم بالشكل ام يعني انا عارف ان الخط ده هينسجن مع الخط ده وان الخطوط ده هي امم تقول لها عفوية كده امم ولكن في الاخر امم بتندمج وتبقى الشيء لوحة امم وتبقى خط واحد تمام عشان الناس بيسألوني يعني ايه خط واحد امم طيب مين يا فندم من الفنانين اللي ظهروا اه في السنين الاخيرة في الكاريكاتور بالذات بيلفت نصر حضرتك اه انا عاجباني اه اول مرة الرسامة مين اللي هي دعاء العدل جتلكها يمكن اه اه افتكر دعاء العدل اه اه فأني او هنقها بجد امم ليه ايه اللي بيعجبك فيها امم نفس الحكاية الريشة التشكيلية والمغزة العميق امم ومش بتعتمد على الكلمة امم عندها تلت حاجات امم طبعا اه نبتدي كمان اه زملائنا وهم كانوا تلاميزي بس هم دوقتي بقوا زملائي واسات زيتي كمان امم زي عمر سليم ومخلوف وعبدالله ايه تلتة دول ومعاهم دعاء بعتبر دول من اروع على في مصطفى سالم في ال فروز اليوسف برضو امم بيعني بيظهر اه رشته وبتظهر احسن وافضل لانه كان يعني اه قاعد عندي في مرسامي فترة كده هل حالتك شايف يفندم ان فن الكاريكاتوري يعني احنا كنا ورسغير فاكر مجلة كاريكاتوري الي زهرت وكانت فعلاً شيء عبقاري الحقيقة مجلة قصة وخصة الكاريكاتوري هل حالتك شايف يفندم ان احنا لا يزال مع ان احنا في ظرف سياسي مهم جداً هل في عدم اهتمام او عدم مجود للصف الاول لفن الكاريكاتور. انتو اجلس الاعلام لازم تجيبونا احنا اللي بنعرف كل حاجة في السياسة. انتو فاكرين ان احنا رسمين بس? لا طبعا. ولا اه. لا طبعا. لا طبعا. بننفذ? زي ما قلت لكم. افضل من الناس اللي عاملين دراسات استراتيجية. وبيتحزلقوا في قراءهم وحاجات زي كده. هل عشان الشعب المصري بيعشق البساطة وهو اصلا شعب بفترته بسيط هل اقصر الطرق الوصول اللي هي البساطة? والهيومر الدعابة. الدعابة. دعابة تكذبو اكتر. طبعا. عايزين نبص على الصورة دي اه بعد اذنكو? انا يعني معرفش دي الرقابة تتوفق عليها ولا? رباني اصرف انت. احنا عملينا حروية. حروية رأيي. الكاميرا بعد اذنكو? انا مقدرش علق عليها. انا مش هعلق عليها. انا مش هعلق عليها. هي واضحة. لانها اه. اه. طيب. اه. ده الموقف النهاردة. اه. وده لي يا جارة سؤالنا يا فاني. نعم. اه هل النهاردة الانتخاب خطوة مهمة جدا ولا لا? اه. اه. ده مهم جدا. احنا بننقذ نفسنا. اه. يعني ده حكومة انقاذ والشعب كمان انقاذ لنفسه. اه. والوطن ولمستقبله. يعني هي رسمة النهاردة في الاهرام فيها ان كلهم شايلين اه مستقبل مصر. اه. كل اللي راحين ينتخبوا شايلين مستقبل مصر. مسلا دي كنت رسمها قبل اه قبل اسبوع. انا كنت متضايق من الاعتصام انه يبوز الانتخابات. بس يمكن الاعتصام يا فندم بيقال طبعا على الليسان الناس كثيرة جدا وعلى الليسان الناس في التحرير انهم ما كانش عشان تعطيل الانتخابات. ما انا يعني دي وجهة نظر. اه. بس يعني انا يعني كنت خايف. ان ده يحصل اه. برسمت الشعور. طبعا. الشعور ده. وآآ وده دي حرة رأي لكن انا معجب بكل الناس. اللي في الاعتصام. وانا دول كلهم موطنيين. وعزام وشباب رائع. شكرا. يعني مسلا دي على الفلول. هو اخد الكرسي وطلع بيه فوق. هم. وركب سلم. اه ممكن بعد ازنوك. اه. نطلع على الكاميرا. ايو ايو. واضح? اعتقد انها واضح. في دي. اه دي البلونة. احنا قلنا عليها. ايو. دي البلونة انه ده بيتكلم. اه. ده شويش بيقوله شرطي او المنظم الانتخابات. اه? بيقوله. انزل يا فلول دي انتخابات نازيهة. اه دي نازيهة اه. انزل مش بتاعتك انت دي. اه. وشيل الكرسي بتاعك. اه. لان هو تسلق وحاول بالطرق دي انه. الكرسي كان اهم كبير وكان حلم كبير. اه. وكرسي لوي كاتورز. اه. كرسي كان هام كبير.